الكتابة وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأهى من تحتها يالله كمل لي هذه قد جعلني مكتحتك زرية وهزي إليك بجدع محرة تصاقت عليك وطبا جنيا فكلي واشربي وقربي عينا فإما ترين من البشر أحد فقولي فقولي إني ندوته الله ماني صوما فلن أكل إما اليوم إن شيا فأتت بي قومها تحمله قالوا يا مي ملقي في شيئا فليا يا أخت هارون كان أبوك ملع سوءك وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوك فأكلموا إن كانت في المهج صبيا قال إني عبد الله أهداني كتابة وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأهطاني بالصلاة والسكاة ما ضمت حيا أبرا بوالدتي ولس يجعني جمارا جقيا والسلام عليك يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعى حيا صدق الله العظيم والسلام عليك والسلام عليك أيها الملاك الطاهر يوم أولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا عبد الرحمن فارح مشاهدين الكرام الطفل المعجزة يحفظ أجزاء كثيرة من القرآن الكريم بل ويحفظ أطول صور القرآن الكريم اخترنا لكم هذه الليلة بصوته ما استمعتم إليه من صورة مريم عليه السلام لا يسعني مشاهدين الكرام إلا أن أطبع على جبين الفتى على جبين الملاك عبد الرحمن قبلة إعجاب وإجلال وإكبار هذا الفتى هو أمل الجزائر مشاهدين الكرام أدعو معالي وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الأستاذ بالخادم الأستاذ بالخادم لتتويج الملاك عبد الرحمن ببرنوس الفارس فارس القرآن الكريم رفقة السيد المدير ترجمة نانسي قنقر